اهلا بكم عزيزي المتابعين معاكم الدكتور تامر والنهاردة هنجاوب على سؤال مهم هل مريض كورونا بعد ما خرج من المستشفى او ما دخلش المستشفى اصلا يحتاج ياخد كليكسان او ريفاروكسبان او اي مادة مضادة للتجلط ولا لا ولو هياخد هياخد ليه والمدة تقديه في البداية كلنا عارفين ان في اجماع ان الكورونا او الكوفيد 19 بيزود فرص حدوث الجلطات سواء الشريانية او الوريدية وكمان اصلا اي عيان بيدخل عناية مركزة مثلا فده عرضة للجلطات عشان كده اي عيان بيتحجز في المستشفى بسبب كورونا فهو غالبا حالته بتبقى متوسطة او شديدة لان اللي اعراضه بسيطة او بدون اعراض ما بيتحجزش اصلا في المستشفى فكل اللي محبوزين في المستشفى بياخدوا كليكسان او بياخدوا هبارين سواء بجرعات وقائية او بجرعات علاجية على حسب حالته في المستشفى والاطباء اللي بيكرروا الكلام ده لكن السؤال المهم بقى العيان بعد ما خرج من المستشفى هياخد مضادات للتجلط في البيت ولا لا طيب عيان ما دخلش اصلا المستشفى يحتاج مضادات تجلط في البيت ولا لا الدراسات اللي موجودة لحد دلوقتي برغم ان هي برضو جديدة لكن القاعدة العامة فيها بتقول لا محدش ياخد مضادات تجلط كوقاية في البيت لكن انت كطبيب لو عندك عيان متابعه وعارف ان هو high risk ان يجيولو جلطات وفي نفس الوقت low risk للبليدنج العيان ده ينفع تديله مضادات تجلط كوقاية زي مثلا عيان ما بيتحركش لسبب تاني غير الكورونا عيان عنده مربط أوبيزيتي وهكذا طيب انت تحكمها ازاي بالزبط تحددها ازاي ركز معايا في حاجة اسمها improve VTE score الجدول اللي قدامك ده فيه نقط وفيها score بتشوف العيان بتاعك خده score كان في الجدول ده يعني لو عيانك ده كان جاله قبل كده اصلا venus thrombombolism هياخد تلاتة عنده ثرمبوفيليا او مرض بيخلي عنده قابلية للتجلط ياخد اثنين عنده lower limb paralysis يعني رجليه الاتين مش بيتحركوا مشلولين ياخد اثنين عنده current cancer يعني عنده ورم خبيس حاليا ياخد اثنين العيان بتاعك موجود في ICU بياخد واحد العيان ما بيتحركش لمدة سبعة ايام بياخد واحد العيان بتاعك سنه اكتر من ستين سنة بياخد واحد فالعيان بتاعك بتشوفه خد score كان في الجدول ده لو خد score اربعة او اكتر ده ادي له الجرعات اللقائية من مضادات التجلط اللي هنقول عليها بعد شوية طيب العيان بتاعك خد اثنين مثلا او ثلاثة لكن تحليل الدي دايمر بتاعه اكتر من ال upper limit الطبيعي بتاعه مرتين في الحالة دي ياخد العيان سنه اكتر من خمسة وسبعين سنة ياخد العيان سنه اكتر من ستين سنة لكن تحليل الدي دايمر برضو عالي اكتر من مرتين الطبيعي بتاعه برضو العيان ده ياخد ودي كانت طريقة كده تقدر تستخدمها وفيه طرق تانية كتير تقدر تقيم بها العيان بتاعك وتشوف هل محتاج ياخد مضادات تجلط ولا مش محتاج لو قررت ان العيان بتاعك هياخد في الحالة دي ممكن تدي له كيليكسان 40 و1 تحت الجلد يوميا او تدي له ريفاروكسبان 10 ميلي جرام يوميا لمدة من 31 ل39 يوم في ملحوظة مهمة ممنوع اي شخص ياخد الكيليكسان او اي مضادات تجلط بدون استشارة الطبيب الطبيب هو اللي بيكتبلك عليه لو لقى ان حالتك محتاجة مضادات التجلط دي ممنوع تاخدها من نفسك لازم اشراف طبي كامل ملحوظة كمان لو العيان من الاساس بياخد مضادات تجلط لاي سبب تاني غير الكورونا بيستمر عليها عادي وما ننساش ان مضادات التجلط ممكن تعمل نزيف في بعض المرضى ليها اعراض جانبية ولها مشاكل ليها موانع استخدام لازم نشوفها عشان لو موجودة ما نستخدمهاش فلازم زي ما قلنا تتاخد تحت اشراف طبيب وملحوظة اخيرة لقوا ان الكيليكسان او الهيبارين افضل شوية من الديركت اورال انتيكواجلانس اللي هو زي الريفاروكسبان والإيبيكسبان العيلة دي يعني بسبب ان الريفاروكسبان وعيلته متوسط عمرهم اطول شوية وليهم شوية تفاعلات دوائية مع بعض الادوية فلقوا ان الهيبارين والكيليكسان افضل شوية لكن دي فروق طفيفة خالص هسيب لك المصادر في اسفل الفيديو في الوصف او في اول تعليق وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة وعمل لايك وشير وشكرا لحضرتكم